كانت الدعوة الأممية لميليشيا الحوثي بوقف التصعيد العسكري والإفراج الفوري عن المختطفين والأسراء خوفاً من تفشي فيروس كورونا في البلاد لكن الميليشيا وكالعادة كان لها فهمها الخاص لتلك الدعوة فأرادت أن تستبق وتوقع هي على قرار الموت بحق أربعة من الصحفيين المختطفين لديها منذ خمس سنوات وفقاً لمنطق القانون والتشريعات فإن أحكام الميليشيا باطلة ومناقضة لمفهوم العدالة كونها سلطة انقلاب لا شرعية لها ولممارساتها وهذا أمر مفروغ منه ولا يحتاج للإثبات أو النافي لكن ما هو محل استهجان هو إخضاع حياة الأبرياء لمنطق الابتزاز والمساومة في تحدي لكل سلطات الحقوقية والأخلاقية وما هو محل استغراب أيضاً أن تكون الصحافة تهمة عقوبتها الإعدام مثلها مثل العمل الحزبي والسياسي تتعامل الميليشيا مع اليمنيين عموماً والمعارضين لانقلابها بمنطق الواهب للحياة والنازع لها إن شاءت فهي سلطة الحق الإلهي المطلق وفقاً لتصورها العقائدي وذاك تصور لا يقل فجاجة عن وباء كورونا وغيرها من أوبئة العاصر أشاهد في الأمر أن المصائب لا تأتي فراداً فاليمنيون وخلافاً للعالم يواجهون وباء الميليشيا بالتزامن مع وباء كورونا لتتعدد أمامهم سبل الموت في معركة مزدوجة لا خلاص فيها سوى الناصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر